بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يقول الله تعالى في سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين صدق الله العظيم الحقيقة أنه جاء هذا الدعاء المبارك جوهرت اليوم في سياق قصة دعوة سيدنا نوح لقومه عليه السلام إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له لأن سيدنا نوح ظل يدعوهم قرابة ألف سنة من الزمان إلا خمسين عاما كما قص علينا القرآن الكريم ذلك في قول الله تعالى في سورة العنكبوت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وكتير جدا أشارت آيات القرآن الكريم إلى أن قوم نوح كانوا أهل تكذيب وإنكار للحق ويعني لم يستجيبوا لدعوته وبدأوا كمان أنهم يكيدون لسيدنا نوح ولمن آمن به من الضعفاء في قوم سيدنا نوح عليه السلام فبعد كل السنين الطويلة دي ألف سنة إلا خمسين عاما دعا سيدنا نوح ربه طالبا النصر والتأييد منه قال الله تعالى في سورة المؤمنون قال رب ينصرني بما كذبهم فأمر الله تعالى سيدنا نوح عليه السلام إنه يصنع سفينة عظيمة وإنه بعدما أتم سيدنا نوح بناء هذه السفينة وإنه يترقب أمر الله سبحانه وتعالى في الطوفان لما هيبدأ المفروض هو يعمل إيه هو ومن معه من المؤمنين قال الله تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وثارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم المعنى إنه إذا جاء قضاؤنا بعذاب وهلاك قومك يا نوح ونبع الماء بقى من وجه الأرض لو نتذكر إحنا كنا خدنا القصة دي قبل كده انفجرت السماء بالأمطار وانفجرت هطلت السماء بالأمطار وانفجرت الأرض بالعيون الكثيرة من المياه وامتلأ وملأ وملأ المكان بالماء الكثير والكثيف فربنا سبحانه وتعالى قاله لما تيجي الآية وخلاص ويأتي بقى الإذن بعذاب هؤلاء فأدخل في هذه السفينة كل ما كان يعيش في أرض قومك من حيوانات شتى هتاخد زوجين اتنين من كل نوع ذكر أو أنسى من الطيور والدواب والبهائم كلها وأمر المولى سبحانه وتعالى إنه يحمل كذلك على متن هذه السفينة كل أهل سيدنا نوح وأولاده النساء إلا من حكم الله بهلاكه وأل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أي ولا تسألني إني أنجي الذين كفروا كفروا بالله سبحانه وتعالى لن ينجيهم المولى سبحانه وتعالى من الغرق ثم أمره سبحانه وتعالى بحمده والثناء عليه إذا هو استوى على الفلك وخلي بلنا القرآن الكريم هو بيقص علينا قصص الأنبياء الكرام بيحكي قضية العقيدة قضية الإيمان وقضية الإسلام على مر العصور وفي نفس الوقت في ثنايا القصص القرآني وفي الأحوال والظروف الاجتماعية والحياتية يحكي لك القصص يعطي لك القصص القرآني يعني أنوار فوق أنوار منها ألوان الدعاء والذكر اللي كان بيقولها أنبياء الله الكرام عشان إحنا كمان نتأسى بهؤلاء وإن المؤمن على طلب يتقلب في الذكر من ذكر لله سبحانه وتعالى وتمجيد ودعاء تمجيد ودعاء حمد ودعاء الطلب المؤمن على طلب يتقلب في الذكر فربنا سبحانه وتعالى وجهه إلى أنه إذا استوى على الفلك يقول كما قال الله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين يعني أنت أول ما تطلع على السفينة اللي هو أمر بأنه يعملها وتطمئن في هذه السفينة أنت ومن معك ممن حملته من أهلك فيكون كل همك قل الحمد لله الذي نجانا من هؤلاء المشركين الظلمة اللي خلاص بعد كل هذه السنين الطويلة أنت بتنصح وتاخد إيديهم إلى طريق التوحيد وهم ما فيش فايد يعني ربنا بيقولوا أنت ما تشغلوش نفسك أول ما تطلعوا على السفينة إلا بالحمد لأنه لا ينبغي المصره بمصيبة أحد ولو كان عدو للإنسان إلا إذا اجتملت على دفع ضرر أو تطهير الأرض من دنس ضلاله يعني دنس ضلاله أو ضلاله يعني حالة ما نبقاش فرحنين بأنه آخر سيهلك إنما ممكن أفرح بزوال أذى لكن ما ليش علاقة بي أن أنا أنشغل في أنه أتشفى في أن دول حيغرقه أو هيهلكه أو حيعذبه لا تشغل نفسك أول ما تطلع على السفينة بحمد الله تعالى على ما حاباك به من نعمة عظيمة من النجاة من هؤلاء بآية كبيرة زي اللي حيعيشها سيدنا نوح والمؤمنين اللي كانوا ضعاف في قومه ممن آمن بدعوة نبي الله نوح عليه السلام ثم أمر الله تعالى نوح بأنه أنت أول ما طلعت على السفينة قلت الحمد لله اللي نجان من القوم الظالمين ولما تخرج بقت تبتدي تنزل السفينة حتى أخدهم لما تنزل من السفينة تقول وقل ربي وقل يعني أيها النبي الكريم نوح وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين يعني وقل إذا خرجت سالما من السفينة ربي أنزلني من يعني منزلا طيبا أنزلني من الأرض منزلا مباركا وأنت خير من أنزل عباده المنازل فبتسأل الله سبحانه وتعالى النزول نفسه يبقى مبارك والمكان اللي حننزل فيه يبقى مبارك على كل القراءات الواردة في هذه الكلمة القرآنية لأنها كل قراءة بتدي معنا ففي الدعاء قل ربي ربي لأنه المربي الذي يتولى الأمور ويصلح الأحوال والأشخاص بلطف أنزلني منزلا مباركا الدعاء هنا فيه طلب العبد بيطلب من الله سبحانه وتعالى حصول البركة أنزلني منزلا مباركا أنزلني مكانا يكون فيه الخير لأن البركة إذا حلت في الشيء كثرت وحفظت وزادت وإذا حلت في المال أكثرت وإذا حلت في الصحة قوتها وإذا حلت في الولد أصلحت ده جند البركة وإذا حلت في المكان أكثرت خيره ووفقت من كان فيه إلى حسن الانتفاع بما فيه رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين دعاء لله سبحانه وتعالى أنت خير المنزلين دعاء لله سبحانه وتعالى ببعض أوصافه التي يحسن ذكرها في هذا المقام أن أنت وإنت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى أنت خير المنزلين طبعا لا إله إلا هو فنسأل إلى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والصفات الطيبات التي يعني يتوجه بها الإنسان إلى مولاه ليسأله من خيري الدنيا والآخرة وهكذا نتعلم من سياقات الأدعية الواردة في القرآن الكريم شكل الدعاء كيف يكون وكيف وفق عباد الله الصالحين في دعواتهم للمولى سبحانه وتعالى ورد إن سيدنا قتادة وهو من كبار التابعين إنه كان بيقول يعني إنه أن المولى سبحانه وتعالى علمنا وعلمكم أن تقولوا حين ركوب السفينة السفينة بقى أو أي دبة يعني ركبت السفينة ركبت باخرة ركبت قطار ركبت طائرة شوف حركة المؤمن دايما مربوطة بالذكر الوحي دلنا على ذلك وسيدنا قتادة بيقول علمكم ربكم إذا ركبتم السفينة أن تقولوا بسم الله مجريها ومرساها وحين ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين كل دي ألوان الذكر الذكر الخاص بالسفينة والذكر الخاص بباقي الأنواع الأخرى من الدواب اللي ممكن يركبها الإنسان الطائرة القطار أي مكان وحين النزول وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين فيبقى الإنسان المؤمن يعني رابط نفسه بالقلب وباللسان بهذه الدعوات المباركة فكل حركة هو ذاكر شاكر لله سبحانه وتعالى ومن ثمرات هذا الدعاء المبارك من الثمرات المهمة النافعة واللي جاءت في هذه الآية المباركة أن الدعاء بربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين أنه بيشرع أن الإنسان يقوله في نزول منزل لم ينزله الإنسان من قبل هتدخل مكان بيت جديد سكن جديد مكان جديد زي اللي اشترى بيت جديد فيستحب له أنه أو خد مكان حيتجر في جديد أو مكتب جديد أي مكان جديد فتدعو بهذا الدعاء ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لأن في الدعاء زي ما قلنا في طلب البركة في مكانه وموضعه الجديد ولا يخفى علينا أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتنقل بين منازل وأحوال كثيرة جدا ومتعددة وطلب البركة من الله سبحانه وتعالى في كل انتقال مطلوب طلب البركة عند كل نزول في منزل جديد وحال جديد أمر مطلوب والله سبحانه وتعالى يعلم عباده أن يحرص على هذا الدعاء ويطلب به البركة ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين يبقى الإنسان على طول ده بيشرع للإنسان يقوله إذا كان في حال جديد في منزل جديد في مكان جديد وفي كل وقت وحين تستطيع تقوله لكن هو من باب أولى يكون آكد لما يكون حلول الإنسان في مكان جديد نزول الإنسان في مكان جديد نزول الإنسان في منزل جديد في مكتب جديد في حال جديد يقول هذا الدعاء لأن الدعاء يشمل حال الإنسان والمكان ويروي عن سلف الأمة الكرام من الصحابة والتابعين إنهم كانوا يقرؤونها ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين عند دخول المنزل كمان لما يجوا يدخلوا البيت بتاعهم لما يخشوا في المجالس الأعداد بتاعتهم اللي رايحين يعودوا فيها أو رايحين المسجد كمان يقولوا هذا الدعاء وروي ده عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إنه كان إذا دخل المسجد قال اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين عشان هو عايز الأحوال اللي كلها خير وبركة ونور يوفق في كل شيء رضي الله عنه والبركة كل البركة للمؤمنين بتحصل في اتباع ما ورد في نصوص الشرع من دعوات مباركات يتضرع بها الإنسان إلى مولاه يتضرع بها بين يدي خالقه طلبا للخير والبركة والتحصين والأمن والأمان سواء في ذلك الدعوات المباركات الواردة في القرآن الكريم أو ما ورد على لسان النبي الأمين الذي أوتي جوامع الكلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اشتركوا في القرآن الكريم أهلا وسهلا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون مرحبا بحضرتكم جميعا هناخد الأسئلة السريعا النهاردة أستاذة سلمة ألو سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة نادية أهلا بيك ستاكل اتفضلي أنا عندي سؤال لحضرتك اتفضلي أول سؤال معي واحدة صاحبتي هي حامل وتعبانة فهي فترة تمام فدلوقتي هي مش عارسة إيه القفارة اللي هيت طلحت صين بعد رمضان ولا تطلع قفارة ولا إيه حاض نايش السؤال الثاني أي حضرتك هوا أنا أنا متجاوزة وقالولي حرام لو حصل جيناعة مبينة ومبينة جوزي ورضعت ابني يعني حاجة حرام علي طيب شكرا أستاذة صباح أيوة صباح صباح لمنهور أهلا 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 سيتاكل أهلا أستاذ صباح روحي بالطفطف عما منشوك الله يراضيك يا لأنك شبه أخت يا ربي يراضيك الله يخليك لو سمحت في صورة فاتر من الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه فذلك إنما يخشى الله من عبادي العلماء نعم إن الله عزيزه غفور أهلاقة الناس والدواب والكلام ده إنما يخشى الله من عبادي العلماء وما معناها زي ربنا يخشى من عبادي العلماء هذا سؤال السؤال الثاني نعم هل راية الكرآن من المصحف نفس سواب رايته من على المبايل حاضر وبعدين سؤال ثالث ما عليه لا ولا يهم إذا قتلتم نفسا فالدرقتم فيها والله مخرج ماتت هل هما لما دبحوا البقرة إزاي بيقول إنها قتل أتلوها وهم دبحين أي حاضر إيه الجمال ده تبت ذاكري كويس والله هنطلع الكتاب وبعد الكتاب إن شاء الله نبدأ فيه أرد على السئلة حضرتكم بإذن الله تعالى كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يطلق القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع إحنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين وده بيجي من خلال إنه بيقرأ فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بيقى القعدة طفل معاك إنت ده لما بيتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جميلة لأن القرآن ميسر للذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين أهلا وسهلا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي كتابنا كتاب قلوب عامرة ما زلنا في تصحيح سورة النبأ النهاردة إن شاء الله للشباب الحلوين حيصححوا معايا ويقروا الآيات اللي تم تصححها الحلقة الماضية بندكر بإن الرواية التي نقرأ بها رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل يلا يا حلوين مين اللي حيقر بقى إحنا صححنا المرة اللي فات يا مريا عايزة تبتدي نستعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مقابة لابثين فيها أحقابة ليه؟ ليه مدت زيادة كده يا مريا؟ يعني مش محتاجة أمد كتير كده هي مادة طبيعي نفتكر المادة الطبيعي حروف المادة كم حرف؟ ثلاث حروف ثلاث حروف الألف والواو والياق قبل الواو مضموم وقبل الياق مقصور ومدة اللي بمدها المادة الطبيعي حرقتين بعد واحد اتنين أو على أيدي خلق ما بدش بقى زيادة كده يا مريا يلا لابثين فيها أحقابة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابة إلا حميما وغساقة يلا يا آدم جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون للحسابا تاني إنهم لا ولا يهمك إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا أحسنت وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه شيء كل شيء ملازم إيه أظهرها وكل شيء أحصيناه كتابا جميل جميل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يلا يا زهراء إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادا خلي بالك الهوى ما يطلعش من الأنف نون نون نو ده تدريب الإنسان يتدرب يا زهراء إريتك حلو فالإنسان يتدرب عشان إيه؟ يجود في القراءة أكثر لأخطاء يتلافاه إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادا لِلطَّاغِينَ مَآبَا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْبَابَا لا إحنا بنقصر إحنا عالين إحنا ليسا بنذكر السادة المشاهدين بأن القراءة الرواية اللي بنقرأ بيها رواية حفص حان عاصم بقصر المنفصل الطريق بتاعنا في القراية كده ما بنمدش المنفصل إحنا بنقصره المنفصل اللي هو معناقي إن حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة تاني بيكون حرف المد في نهاية الكلمة الأولى والهمزة في بداية الكلمة التي تليها زي فيها أحقابة إنه عندنا الألف المدية هنا وراها همزة أحقابة فأنا عندي المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى إحنا في الرواية اللي بنقرأ فيها بنقصر فنلتزم الطريقة اللي احنا متعلمينها لأنه ده في النهاية عالم قول يا زهراء لابثين فيها أحقابا لا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا كمل يا شروق وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلنزيدكم فذوقوا فلنزيدكم إلا عذابا طيب أنت إيه الخطأ اللي وقعت فيه؟ دلوقتي إلا لا الإضغام الإضغام اللي فلن نزيدكم لن آخرها إيه نون عندكم إيه؟ في المصحف إيه؟ النون سكنة يعني إيه سكنة؟ يعني لا فتحة ولا ضمة ولا فاكرين أنتوا لسه كتاكيد صغنانين أول ما بتدينا قلنا نون غلبانة ولا فتحة ولا ضمة ولا كسرة كبرتوا بقى شوية فنقول يعني إيه ساكنة؟ الحرف الساكن اللي دي اللي هو الغير مشكول معلوش فتحة ولا ضمة ولا كسرة ساكن فلنزيدكم انت كلتيها ده الحكم بتاعها نضغمها يلا فذوكوا فلنزيدكم إلا عذابا أحسنتي يلا يا سرسورة إن جهنم كانت مرصادا الراق مش حلوة مرصادا لا مش هاعمل لها صوت مرصادا مرصادا للطاغين مقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا حمشها لك يا سارة بس هي عايزة تدريب بارو بارو أقول معايا بارو 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 لا يذوقون لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا كده سارة كمل يا عبدال جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا هنا الآيات بتوضح استحققهم العذاب لأنهم كذبوا بآيات الله بالرسل اللي ربنا أرسلها وبالكتب اللي ربنا أنزلها وبالمعاني اللي في الوحي لم يستعملوا العقل للاستعمال الرشيد بإنهم ما يفكروا في آيات الله إدانا عق وإدانا آيات الوحي عشان الإنسان يفكر إنه اللي عمل كل ده حد زينا لا الخالق العظيم فالإنسان يؤمن ويذعن لكن كل اللي ربنا ساقه من الأدلة والآيات والحجج على أنه لا إله إلا الله هم كذبوا بيه فربنا بيقول استحقوا استحقوا العذاب جزاء وفاقة ليه؟ إنهم كانوا لا يرجون حساب ينكروا الحساب وكذبوا بآياتنا يبكانوا من أهل التكذيب وربنا أحصى عليهم كل شيء مكتوب وكل شيء أحصيناه كتاب كمل يا عبدال وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا هو أنا كنت أحبى يا عبدالله أني ممشيش على رتم واحد ألون صوتي شوية في الأداء التعبيري للآيات فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين مرحبا بحضراتكم السؤال سلمة كانت بتسأل عن إن هي صاحبتها حامل وحتفتر فهي عليها كفرة يلزم من أفترت في رمضان القضاء فقط عند الاستطاع يا صاحبة السؤال فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر بالنسبة لسؤالك التاني إنه سمعت أو حد قالها إنه وهي أثناء الرضاع لا يجوز لها الجماع لا حرج في ذلك وقتنا الفضلة إلا ما يكون دا من جهة الطب إلا ما يكون دا من جهة الطب غير ذلك فلا مانع الأستاذة صباح بتسأل عن قول الله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فهي بتقول الأول إزاي الله اللي يخشى لا هو عشان إحنا بس لا بدنا نكون متصلين بفن اللغة العربية فنفهم أن الذي يخشى هم العلماء والله هتلاقي لفظ الجلالة منصوب وحتلاقي اللي بيخشى الفاعل العلماء مضمومة فبالتالي هم الذين يخشونه ويخافونه ويعظمونه الآية دي جاية في سياق الحديث عن الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى المتنوعة اللي بيكلم عنها الخلق من إنزاله الماء من السماء وإن الماء يتبخ وبعد كده يكون العملية بتاعة إنتاج الماء وبعد كده خلق الجبال وتنوع أشكالها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابي بسود وبعد كده تكلم عن ومن الناس والدواب والأنعام مختلفة ألوانها يعني إن التنوع في الخلق من جهة شكل الخلق والألوان موجودة في جميع خلق الله سبحانه وتعالى بل في النوع الواحد منهم حتجد مختلف الألوان بل الحيوان الواحد بيكون برضو فيه ألوان وأشكال وهيئات وصفات وطبائع كل ده هذا التنوع يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدعو الأبصر إلى النظر في آيات خلقه عشان نقول تبارك الله أحسن الخالقين هذه الآيات من علم ذلك كان أحرى بأنه يخشى الله سبحانه وتعالى والخش يهن من العلماء لربهم وليس العكس يا صاحبة السؤال إن من يبصر ويدقق النظر في هذه الآيات الكونية العظيمة سينتهي ألا أنه تبارك الله أحسن الخالقين وينتهي ألا أنه لا إله إلا الله هذا المبدع العظيم بديع السماوات والأرض هو الذي خلق هذه الآيات كما نراها فهذه الآيات أصحاب القلوب الخاشعة من أهل العلم تجعلهم يعظمونه ويمجدونه ويخافونه ويخشونه جل جلال الله بالنسبة لسؤال حضرتك الثاني الخاص بأن هل القراءة من المصحف زي القراءة من المحمول القراءة من أي مكتوب أنت مسابة على ذلك يعني الإنسان ورتل القرآن الترتيلا سواء أنا أرتله من مكتوب أو أرتله من الأجهزة اللوحية الموجودة طبعا مع معرفة أن المصحف بحد ذاته له بركة لأن هذا المكتوب الذي فيه كلام الله سبحانه وتعالى لكن أنا أدري أو ثوابي على قراءة القرآن من أي مكتوب حاصل بإذن الله تعالى بالنسبة لقول الله تعالى الحريك تسألي عنه إذ قتلتم نسة مفدى رأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون يعني الآية هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبيؤكد عن أنه مظهر للناس حقيقة الذي تخفونه في أنفسكم أيها القتلة اللي كان مخاطبين بهذا الكلام من معرفة القاتل لأن القصة دي كانت نازلة في نفر من اليهود قتلوا ابن عمهم الوحيد عشان يورسوه ورحوا حطينه كده طرحوه في مكان عند قم يأخفوه يعني وجاءوا إلى سيدنا موسى يقولوله إحنا عايزين دم ابن عمنا يعني عايزين التار بتاعه يطالبوا بدم ابن عمهم بهتانا وظلما وهم اللي قتلينه وأنكروا إنه هم من قتلوا فبالتالي هنا الآية ده سياقة حريك بتقولي إنه هم دبحوا البقرة ولم يقتلوا هم قتلوا نفس بنص الآية وبالتعبير القرآني قتلوا هذه النفس قتلوا ابن عمه ودبحوا البقرة فما فيش خلاف حضرتك اللي يعني أشكل عليك الأمر لكن بالتعبير القرآني جاء التعبير قتلتم نفسا يبجي على النفس التي قتلوها ودي سبب القصة ويه اللي ذبحت هي البقرة يا صاحبة السؤال الست صباح نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى راجين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا يا مولانا عند الحساب اللهم عفوا يا مولانا عند الحساب اللهم عفوا يا مولانا عند الحساب وأمانا يا مولانا من العذاب ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة ونصيبا من الجنة اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة